على رغم من تبجح إسرائيل بجودة جهازها الصحي إلا أن وثائق أخيرة كشفتها صحيفة هارتس تشير إلى نقص في مخزون الطوارئ لديها من معدات وقاية ومواد معقمة ونقص بالكمامات وأجهزة التنفس لو عملنا استثمار بالبداية بفخصات الدم مئة، مئتين، تلاتبئة مليون مع أنه أنا حسب رأيي يمكن أنا ببالغ كان فيه إمكانية أنه نكمل حياة شبه طبيعية مش زي اليوم إحنا إحنا اليوم حبسنا دولة كاملة بأربع حيطان وأنا برجع أقول مش إنه غلط ما فيش ألي تاني غير كلنا نكون حذرين وموجودين في البيوت وهذا اللي رح يصير وتكمن الخشية بنفاذ هذه المواد الأساسية التي تحتاجها الطواقم الطبية بأشكالها المختلفة كالكمامات التي يحتاجها الطبيب أو المسعف التي يغيرها كل ساعتين خاصة مع ازدياد التنافس والطلب على هذه الأدوات الوقائية من قبل المواطنين ومن قبل جهاز الشرطة والأمن مما يهددون فاذها لدى الطواقم الطبية أنا من ناحيتي أنا شخصي بعثت إيميلات 2 لوزارة الصحة على أساس هي تلتفت لإلنا وتقدر تعطينا كل إشي واقي عشان الأواعي الواقية للمرض عشان إحنا نقدر نساعدها بهاي المواقف لأنها طبعاً انقطعت من السوق وفيش بالسوق فهذا الإشي كمان بزيد ضرر يعني أنا بكرة لما فيش عندي أواعي واقعة أنا ما بقدر أطلع عند مريض لأنه إذا صابني المرض رح قاعد اللي معي وولادي وعيلتي وهذا الإشي مش بالنطاق الصحيح إحنا وزارة الصحة لازم تلتفت لإلنا وتساعدنا وتقف معنا وتعطينا كل تسيود المناسب عشان إحنا نقدر نحارب معها وضع وباء كورونا كل دولة حول العالم تحت امتحان حول مدى جهوزية أجهزتها المختلفة وخاصة قطاعها الصحي وقدراتها على توفير العلاج الكامل لمواطنها مع ضمان سلامة طواقمها الطبية وذلك يرتبط بنسبة التثمار كل دولة بجهازها الصحي بدلاً من صرف معظم موازنتها على أماكن أخرى كالعتاد العسكري أو الاستيطان خارج الحدود اشتركوا في القناة